موسيقى بالنسبة للحرب يعني العالم ليك متخوفي والعالم على ترقب عم ترائب الوضع واني منون يعني عم الرابع ان رائب كل يوم بيوم اذا بتتطور الامور ولا ما بتتطور وبإذن الله تضل هيك وانحنا راضيين والله يهد البال ويصلح الاحوال زي ما بقولوا بالرغم اللي صار مبارح بمجدى الشمس بشمال فلسطين المحتل نحنا بعضنا يعني عم نلاقي الحركة هون بالمطعم بالشط كله تقريباً مستطبة يعني بصير أحداث قبل بليلة أو شي منلاقي العالم تاني نهار عادة متعودة عم تجي ما في خوف هلا أكيد بظل في نطفة توتر بالعالم خوف من خرق جدار صوت خلال النهار مثلاً الحركة يعني أكيد مش متل أي موسم مرأ بس يعني بتقطع بيمشى الحال باقيين بالجنوب آآ صامدين الوضع كتير منيح والناس رايح جاي ومستكريون في تخوف من العدو الأسرائيلي إنه يعمل ردة فعل بس الناس عايشي حياتنا طبيعية وما فيه أي خوف وأي ارتباك نتوقع من لأنه إسرائيل عدوه غاشم وعدوه ظالم وكل عمره بيخضر بالناس وبالأبرياء نتوقع منه بعد عملية مجدى الشمس أنه يعملوا غلطة غلطة كبيرة وإن شاء الله ما بتتطور الحرب وتتوسع تضلها بوضع اللي هي موجود فيه الوقت الحاضر تنميme لم تستطيع الوقت الحصار المترجم لأقل الوقت ونحسس ونحسس كبيرة من سلطة الحصار الله يرحمه 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 الله يرحمه